تعقد النادي الأهل القطري مع لعب المنتخب الوطني والنادي الفيصل إبراهيم الزوهر لمدة موسم واحد سيدافع خلاله عن ألوان الفريق القطري وضم النادي القطري المدافع الزوهر رسميا بعد نجاحه في اجتياز الفحوصات الطبية حيث وقع على العقود أمس الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة وبلغت قيمة صفقة انتقال الزوهر إلى الأهل القطري 250 ألف دولار على أن يعود زوهر الموسم المقبل إلى صفوف الفيصل بعد انتهاء فترة احترافه كما أعلن نادي العروب الإماراتي أحد أندية الدرجة الأولى عن تعاقده مع لعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة أحمد سمير للاحتراف في الفريق لمدة موسم واحد بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب في الفترة الأخيرة تقام يوم غد ثلاثة لقاءات ضمن مباريات الأسبوع الرابع من دور المحترفين لكرة القدم حيث يستقبل الوحدات الحسين إربد فيما يواجه الجزيرة الرمثة ويلتقي المنشية مع ذاتراس تفاصيل أكثر عن هذه اللقاءات نستعرضها في التقرير التالي ضمن مباريات الأسبوع الرابع من دور المحترفين لكرة القدم تقام يوم غد ثلاثة لقاءات على صفيح ساخن نبدأ مع مواجهة الوحدات والحسين إربد التي يحتضنها استاد الملك عبد الله في الجويسم الوحدات يدخل اللقاء منتشيا بفوزه على الفيصل الأسبوع الماضي ويسعى لمواصلة تألقه مؤخرا خصوصا بعد أن حقق لقب درع الاتحاد على حساب الجزيرة جمال محمود يعتمد على كوكبة من نجومه أبرزهم حمز الدردور وفهد اليوسف وساعد مرجان ويأمل بأن يحقق النقاط الثلاث قبل فترة التوقف الحسين خسر مواجهته الأخيرة على يد الجزيرة بربعية ويأمل أن يعود بأفضل نتيجة ممكنة في لقاء الغد قمة لا تحتمل القسمة على اثنين تلك التي ستجمع الجزيرة والرمثة على استاد عمان الدولي الرمثة الذي جمع حتى الآن خمسة نقاط ويحل في صدارة الترتيب يسعى للعودة من عمان محملا بالنقاط الثلاث من أجل مواصلة تربعه على صدارة الترتيب الجزيرة يقدم مستوى متذبذبا هذا الموسم فجمع حتى الآن أربع نقاط من خسارة وفوز وتعدل ويأمل بأن يكرم وفادة الرمثة ويحقق الفوز أخيرا يرحل فريق المنشية إلى الكرك من أجل مواجهة ذات روس المنشية بقيادة مدربه الوطني رأفة علي جمع حتى الآن نقطتين يتيمتين ويسعى لتحقيق أول فوز له هذا الموسم بعد أربع جولات أما ذات روس الذي يقوده راتب العوضات فيملك ذات الرصيد النقطي ويسعى بكل ما أوتي من قوة لفض الشراكة بينهما فرضت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم غرامة مالية على فريقي الفيصل والوحدات على خلفية الأحداث التي رافقت لقاء الدربي يوم الجمع الماضي ضمن منافسات دور المحترفين لكرة القدم وقررت اللجنة تغريم النادي الفيصلي مبلغ ألف دينار وتغريم نادي الوحدات مبلغ ألف دينار أيضا بسبب الشتائم التي أطلقها جمهور الفريقين خلال اللقاء كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية مقدارها مئة دينار على فريق الحسين إربد لعدم تواجد طبيب مع الجهاز الفني يخوض المنتخب الوطني الأولمبي معسكرا تدريبيا يقام في تايلند اعتبارا من الثالث من الشهر المقبل استعدادا لكأس أسيا المقررة في الصين بداية العام المقبل ويتضمن المعسكر لقاءين للأولمبي مع تايلند يومي الخامس والثامن من الشهر ذاته قبل أن يعود الفريق إلى عمان في العاشر من نفس الشهر وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني إيان برونسكل قد أعلن قائمة اللاعبين لمعسكرا تايلند يذكر أن المنتخب الأولمبي قد وصل إلى نهائيات بعد تأهله كبطل للمجموعة الخامسة التي أقيمت منافساتها في الأراضي الفلسطينية فاز المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم على منتخب لاتفيا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما في العاصمة اللاتفية وقدم المنتخب الوطني للسيدات أداءا جيدا في المباراة أدى إلى تحقيقه الفوز بقيادة المدير الفني الأمريكي مايكل ديكي وتأتي هذه المباراة الودية في إطار تحضيرات منتخب السيدات للمشاركة في كأس أسيا التي تستضيفها المملكة خلال شهر نيسان المقبل هذا وعاد وفد المنتخب إلى عمان أمس وسيخضع لاستراحة قصيرة قبل استئناف تدريباته حقق فريق باريسان جيرمان فوزا عريضا على بايم يونيخ الألماني بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدور أبطال أوروبا وتناوب على تسجيل أهداف باريس سان جيرمان كل من داني ألفش وإيديسون كافاني والبرازيلي نيمار دا سيلفا وفي لقاء آخر ضمن لقاءات الأمس استطاع برشلون الإسباني تجاوز موظيفه سبورتينج لشبونا بالفوز عليه بهدف دون رد من إمضاء اللاعب سباستيان كواتس بالخطأ في مرماه شكرا